خلونا النهاردة يمكن كان في حاجة ملفتة للنظر جدا وهي موضوع تصريح غريب جدا تصريح غريب جدا وكأنه بيستفز كل المصريين والله العظيم يا جماعة استفزاز علني للمصريين الناس دلوقتي الاعلام بيطلع يصبرهم ويقول لهم ايه بص بيقارلهم مقرنة زائفة وكاذبة وباطلة يقول لك ده في دول الكهرباء بصوا غزة الكهرباء بتقطع فيها بال 12 ساعة وب 13 ساعة انما انتوا عندكم الكهرباء بتقطع ساعتين بس ساعتين بس تحملوا تحملوا وعيشوا واردوا بص المقرنات الخاطئة بيقارن بلد بتقصف من عدوه سيوني محتل بيقطع عنها الماء والكهرباء يقارن مصر بيها يقول لك ده الكهرباء قطع عندهم على طول فان تحمدوا ربنا ان هي بتقطع عندكم ساعتين ده الحد امتى ده الحد قبل الانتخابات الرئاسية طيب تات المسؤول معدي من الشارع اللي بيحصل الشارع بيترسف والعمدان بتدهن والانوار بتنور والسجاد بيترمي في زي ما شفتوا كده مسلا وزير الداخلية داخل في لجنة طبعا تخلي بالك اللي هو السجادة الحمرة والحاجات اللي محطوطة دي والبوابة الامنية والقصة دي كلها اوما الوزير يخلص ويتصور ويروح خلاص يا معلم انت هتدخل عادي مش هتشوف اي حاجة من دي مش هتشوف اي مظهر من هذه المظاهر بالتالي المسؤول لما بيعدي او بيتواجد في مكان كل حاجة بتبقى زي الفل فاكرين طريق القرية الزكية عشان كان كل الوزراء ساكنين هناك يلاقي الطريق ايه معلم مفروش شرطة ومتاع ورادارات ونس امشي يابني من هنا وطرق مختلفة عشان يفضوا الطريق للمسؤولين والمواطنين ليس لهم اي اهمية النهاردة بقى عشان عندنا انتخابات رئاسية ايه اللي هيحصل ما تيلقوش يا مصريين الكهربا مش هتقطع بس مش هتقطع على طول لا التلات ايام بتوع الانتخابات بس والله يا جماعة انا لو بعلي على الناس دي او بنتقدهم بكوبيديا فعلا ما كنتش هوصل للإف في العالي ده يقول لك وقف انقطاع الكهرباء ايام الانتخابات الكهرباء لن نلجأ الى تخفيف الاحمال خلال ايام الانتخابات بجد يا جماعة ده اينفع يعني خلال ايام الانتخابات الرئاسية مش هنقطع على الكهربا ومش هنخفف الاحمال طب بجد يعني عشان كده لما قلنالكوا في بداية الحلقة قم نجيب صويرة اتسألهم قال لهم يعني انتوا الكهرباء هتبقى شغالة ايام الانتخابات طب وبعد الانتخابات ايه الاخبار الدنيا هتضلم تاني هنرجع نعيش للشموع يعني دي فترة استثنائية من عمر جمهورية مصر العربية تلات ايام مصر هتنور وبعدين ترجع تضلم تاني بجد يا جماعة منتهى العبس اللي بتعمله وزارة الكهرباء ظنم منها ان هي كده بترضي الرجل الاوحد في مصر عزيز المواطنة عزيزة المواطنة والله 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 انا كنت سألت سؤال يعني في في الحلقتين بتوع اول امبرح حوالين حجم الليجان الانتخابية وجاءتني الاجابة منذ قليل قلت لحضراتكم ان احنا في الفين واثناشر يعني كان عدد الليجان يزيد على اربعتاشر الف وخمسمائة مدرسة النهاردة طبعا احنا مازالت الشبكات اللي احنا اشتغلنا معاها عبر السنين في مراقبة الانتخابات لسه فاعلة وشغالة والناس بتحب تنزل تبص الانتخابات واترقبها واتبعها فانا جايب لك كده شوية ايه حاجات مثلا من دائرة حلوان دائرة حلوان دي تاني اكبر دائرة تصويت على مستوى القاهرة الكبرى اللي هي فيها اكبر عدد مصوطين على مستوى الجمهورية القاهرة الكبرى يسكنها اكتر من عشرين مليون انسان وبالتالي فيها دوائر انتخابية دائرتين كبريتين المطارية اللي الشاب كان بيعمل فيها ناكل العمرة لان دلابعا النهاردة اكتشافنا مع بعض انك ينفع تعمل العمرة في المطارية عادي والدائرة التانية الكبيرة هي دائرة حلوان دول لو يعني لما كنا بنرأب الانتخابات في مصر عايز تعرف ما الذي يحدث لازم تبتدي بالدائرتين دول وتعرف اللي بحصل فيهم ايه لانه اولا قاربين من مركز صناعة القرار الامني والسياسي في مصر ثانيا حجموهم كبير وبالتالي لو في لعب هيبان لو في وضوح هيبان لو في سرقة هيبان فلوس هيبان كل حاجة هبان فانا الصديق العزيز مشكورا اه باعت يقول لي المعلومات التالية من دوائر حلوان بص يا سيدي مدارس كان بها لجان انتخابية وقفلت خد بالك من وقفلت دي التلت الجنوبي لمدينة حلوان فقط بدون ضوحية تابعة ليه واحد مدرسة المسلم الصغير بجوار نادي حلوان العام مغلقة مغلقة خالص ما فيهاش لجنة انتخابية اصلا مدرسة السادات نهاية شارع عمر بن عبد العزيز مدينة الموظفين مغلقة دي كانت مدارس قبل كده فيها لجان انتخابية وعملات تصويت مدرسة القدس مدينة الشمس مغلقة تماما مدرسة الرشاد شارع تسعة مغلقة مدرسة النهضة شارع حلوان الجديدة مغلقة مدرسة ام الابطال امام الكابرتاج مغلقة مدرسة صفية زغلول امام شارع عمر عبد العزيز مغلقة مدارس بها لجان انتخابية تعمل في نفس النطاق برضو منطقة جنوب حلوان تلت لجان من عشرة كل العشرة دول في كل الانتخابات السابقة بما فيهم انتخابتين عبد الفتاح السيس الناس كانت بتروح تنتخبهم فيها كانت نازمة تروح تنتخب في هذه العشر مدارس سغرهم وخلهم ثلاثة ليه عشان الحجم يبان كتير انت كنت بتروح تصوت مثلا في مدرسة صفية زغلول فيقولك لا احنا فتحلك دلوقتي ايه مدرسة رستوم شارع صالح دي بقى فيها لجنة مدرسة حلوان السنوية بنات مدان الشهداء بقى فيها لجنة مدرسة عمر ابن الخطاب الشارع الغربي بقى فيها لجنة بدل ما يقوم ما يوزع الاصوات على لجن كتير لانه عارف السيد المسئول الامني اللي بيخطط ازاي اللجن هتشتغل بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات عارف مسبقا قراءته للشارع والتقارير الامنية منذ اللحظة رقم واحد لقرار ترشح عبدالفتاح السيسي المرشح الشاب بره اخرى عارف الراجل انه محدش هينزي فقرر الراح دماغه بقى بدل ما يوزع الاصوات في حتك كتير يخلي الاصوات في مناطق اقل فبدل ما يبقى فيه مثلا نص مليون صوت متوزعين على عشر مدارس يخلي النص مليون صوت متوزعين على تلات مدارس فانت لما تروح او تبص او فيه كاميرا او واحد معدي زي الراجل احنا بعطينه يعدي ده او 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 تكتشف مع الوقت حضرتك انه باختصار شديد فيه نصويت فما يبقاش هو احرج نفسه او في اسكندرية فيه برضو مندوب لنا في اسكندرية مشكورا بعتلي برضو ايه تفاصيل بس يعني بنسميها كده ايه بنظر الطائر محلق قالك ايه انا من عشرة صباحا في الشارع اللي جان فاضية الا بعض الشباب اللي مش لقيت جنيه عاملين بره اللجنة دوشة من سموحها للمنشية لبحر الشارع فؤاد مفيش اكتر من حتى الشباب دول اكتر من خمسين واحد كله على بعضه لكن هناك اوتوبيسات نقل عام للموظفين بالامر وسيارات اجرى بتنقل سيدات الحواري اللي عندهم احتياجات اقتصادية حادة ده الوضع ده الشك دي الحكاية دي التمثيلية وادي مصر في الفين اربعة وعشرين العالم كله طالع قدام واحنا بنعيد انتخاب عبد الفتاح السيسي عشان الفيلم عجبنا اوي فبنكرروا تاني بس احنا عندنا يا جماعة بشرة كويسة جدا بيزفها لكم الاعلامي احمد موسى وفلوكوا جماعة اطمنوا اوعو تقلقوا خالص احنا عندنا كهربا وعندنا نور وهنتخلى عن الجدول بتاع ساعتين كل يوم من ساعة ونص لساعتين وبص عالجدول تشحم موبايلك امتا تشتغل البقى امتا تعمل كل حاجاتك امتا تمارس حياتك الطبيعية امتا بالجدول لا احنا هنرمي الجدول ده خالص طب على طول يا سيد احمد قالك لا مش على طول يعني خلوا عندكم يعني ايه يا جماعة تلات ايام حلوية تلات ايام تعيشوا كده اا الدنيا حلوة ومنورة وزي الفل نسمع البشرة من احمد بالمناسبة النهاردة الكهرباء وزارة الكهرباء النهاردة لحد يوم الاربع مفيش قطع كهرباء يعني النهاردة وبكرة وبعده لحد ما انتخابات ما تخلص قطع كهرباء خلاص لحين اشعار اخر يعني اعتبار من اليوم السبت لحد الاربع الجاي مفيش قطع كهرباء لحين اشعار اخر هل بعد كده ممكن كذا معا نعرفش ولكن اللي انا عارف ومتأكد منه الكهرباء ما فيش تخفيف أحمال اعتباراً من اليوم حتى الأربعاء القادم بإذن الله تعالى طبعاً هاكوا عارفين انتخابات في كل مكان والأمر الآخر يعني احنا النهاردة مثلاً اللي السهلات بتاعنا اللي هو الزروة اللي هي بتكون المغرب بنوصل لحوالي 27 ألف ميجا ده أعلى رقم حالياً بنستهلكم اللي هو وقت الزروة بنصل لهذا رقم 26 أو 27 ألف ميجا هو أحمد موسى بيجدب يعني ويقول لك أنا معرفش هتستمره أو لا لكنه طبعاً عارف ان هي لحد يوم الأربع وهنجيب دولافة ونرجع الناس يعني تطلع الجدول تاني من الدولاف بعد ما تكون شالته ويتعلقه عشان تبدأ تمارس حياتها بساعتين انقطاع للطيارة الكهربائية كل يوم إذن عليك أن تجهز حالك لأنه الانترنت ممكن يقطع ساعتين فلو أنت عندك بحث أو فيلم أو دراسة أو شيء محتاجه على أو مكلمة مهمة أو اجتماع جهز نفسك بعد الانتخابات الرئاسية ممكن القرابة تقطع ساعتين وزي ما قال الأحمد بيه موسى ممكن تزيد عن كده كمان هو ما يعرفش بما أنه محدش عارف الكهرباء بتقطع ليه ومحدش عارف الكهرباء هترجع ليه لا إحنا عارفين الكهرباء هترجع علشان في انتخابات رئاسية ما ينفعش تبقى الناس نازلة تنتخب ويتقطع ليه الكهرباء يعني بحث تعيب ده ممكن يزور الانتخابات لا صبح الله يعني تلاقوا فرصة فكل الناس تقوم حشرة بقى أصوات في الضلمة ممكن يدعو عبد السند يا ماما ونصحى الصبح اللي هي الجمهورية طائرة فعلا ودي تبقى أحلى طيرة لأحلى نهاية والله ويبقى في التاريخ كده انتهت انتهى حكم انقلاب يوليو 52 على ايد عبد السند يا ماما بانتخابات ديمقراطية حارة يا ريت والله يا طبقى برضو مناسبة للمأساة أنا عايز بس قبل ما نفل قصة الكهرباء لأن احنا بدأنا ده في بداية الحلقة كان في تعليقة جماعة لنجيب سويرس وبص تتفق تختلف لكن الراجل بيكلم كلام يعني سؤاله مشروع جدا بيقولك لابو بعد الانتخابات هتضلم هو بعد ما سمع البشرة بتاعت احمد موسى فقام قال ايه اه هو جاب الحساب بتاع احمد موسى وقال لك بشرة من وزارة الكهرباء وطبقا لمصدر رسمي من اليوم السابت لأن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين في جميع المحافظات وذلك طوال ايام الانتخابات الرئاسية وحتى اشعار اخر فنجيب سويرس قام واخد التويتر بتاعت احمد موسى وقام حطتها وعمل تغريد عليها وكتب كده طب وبعد الانتخابات هتضلم سؤال منطقي جدا سؤال منطقي جدا يا جماعة وبعدين انتوا بتضعوا نفسكوا في مأزك سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليهم الغباء بشكل غير عادي انت انت اصلا ما ينفعش تقول ان الكهرباء مش هنخفف الاحمال خذالي تلات ايام دول ما انت لو تقدر ما تخففش الاحمال وتقدر تخلي المصريين عايشين وعندهم كهرباء اعمل ده على طول واعملوا باستمرار لكن انت بتستسلي ده في تلات ايام انتخابات بتجامل على حساب المصريين طب خليوما يا اخي عاديين في الكهرباء خليوما عاديين في النور خلي الناس تعيش وتمارس حياتها الطبيعية لكن لا احنا التلات ايام دول استسنى لان عندنا ايه عندنا فرح